اشتركوا في القناة 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 واليهود قديم جدا فده اللي خلى فيه أزمة كبيرة ما بين الهرب واليهود مع تأسيس دولة إسرائيل وإحنا كمان كان في مصر كان فيه نسبة يهود كبيرة قوي عايشة في مصر ولكن كانوا مصريين كانوا يهود مصريين وعايشين معنا وفي أفرحنا وفي مناسباتنا وفي منهم اللي طلعوا في صور 19 في منهم اللي دفوا عن مصر ففكرة اليهود اللي هاجروا لإسرائيل أو اللي خرجوا بر مصر اللي راحوا أمريكا وأوروبا فيه يهود كتير فضلوا في مصر ده اعتزازهم بمصريتهم أكتر من كونهم يهود قد إن مصر لها هوية وطابع بيغلب أي انتماء تاني مشاهدينا فاصل ونرجع لك خليكم عيني موسيقى بيضربوا بيك المسل كل الحبايا بتهنيني طبعا ده أنا أم البطل أم البطل أغنية شهيرة غنتها الفنانة الشريفة فاضل بعد استشهاد ابنها في حرب الاستنزاف وعبرت من خلالها عن فرحتها واعتزازها بابنها الشهيد الذي حقق هو وأنثاله من الشهداء والأبطال النصر والعزة للوطن بعد انتصارات أكتوبر المجيدة زرع العالم طرح الأمن وبقت أنا أم البطل عكست شريفة فاضل من خلال هذه الأغنية حال المرأة المصرية وقت حرب أكتوبر والفترة التي سبقتها فهي الأم والزوجة والأخت والابنة التي تحملت بكل صبر غياب أعز الأحباب لديها مقابل تحقيق النصر واسترداد الأرض وقد جسدت السينما والدراما المصرية تضحيات المرأة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر فمن منا ينسى مسلسل دموع في عيون وقحة وقد شاهدنا مساندة الزوجة الفنانة معالي زايد في المسلسل لزوجها جمعة الشوان دون حتى أن تعلم أنه يقوم بدور وطني هام ودعوات الأم الفنانة عزيزة حلمي وفرحتها بالنصر مثل كثير من الأمهات المصريات كذلك مسلسل الشهد والدموع وما تحملته الأم زينب حتى عاد ابنها الفنان خالد زاكي إلى أحضانها بعد تحقيق النصر في عام 1973 كما شاهدنا في السينما العديد من الأفلام التي أكدت على دور المرأة المصرية ووطنيتها التي لا حدود لها مثل فيلم حتى آخر العمر وفيلم أبناء الصمت وحديثاً فيلم الممر الذي شاهدنا فيه الزوجة التي قدمت دورها الفنانة هند صبري التي تدعم وتساند زوجها الفنان أحمد عز الذي قدم دور المقدم نور أنا والأستاذ علي مستعدين نروح نحارب معك بس على شرط تجيب لكل واحد منذ إيه مقسه بجد يا بابا ينفع؟ بجد أنا عز سطرت المرأة المصرية أروع الأمثلة في الصبر والدعم والسند وما زلنا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لا يمكن أن ننسى ما قدمته المرأة المصرية خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر يا ابني حديدك ينلعينك بيضربوا بيك المسل كل الحباية بتهنيني طبعاً دانا أم البطل يا مصر ولد الحد ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولسا معانا في الستوديو الكاتب الدكتور شريف شعبان ويمكن نتكلم على حرب أكتوبر وانتصارات أكتوبر واتكلمنا على الانتماء المصري والشخصية المصرية الجدعة الشهمة وكل الناس إزاي جريت عشان تشارك في الحرب والمصر الأصيل اللي بيبان في وقت الشدة وما بيسبش بلده أبداً إن أي عدو ولا أي حد يجي يمس بلده ولا يمس بيته كمان الستات ليها دور مهم جداً في حرب أكتوبر يمكن أنا قريت قصص برضو لحضرتك كان يعني مثلاً من النوبة كان فيه فردوس فرحات سيدة من النوبة كان لها برضو قصة معروفة وكمان هنروح لسينة وأهل سينة الشيخة فرحانة من قبيلة رياشين رياشات بالضبط كده قبائل في سينة كان لها دور كبير بس خلينا نروح لدور الست المصرية برضو الأصيلة اللي وقفة وراجزها وقفة ورابتها فعملت إي بقى فردوس وإي قصتها؟ المرأة عموماً خلال حرب أكتوبر وما قبلها لها بالدور جوهاري إزاي إنها تحافظة على أسرتها تحافظة على بلدها إزاي إن فيه كم كبير جداً من السيدات والفتيات طالوا عشان يتبرعوا بنشاطاتهم بفلوسهم بمجوهراتهم للمجهود الحربي إزاي إن مستشفى السويس الحكومية سجلت أكتر من خمس تلاف متطوعة كانوا عايزين يشتغلوا في المستشفى فعلاً كان كل البنات ساعتها تبقى متطوعة في المستشفى حتى في الأفلام كنا بنشوف ده يعني تليم دايماً جايين منعجبها ودايماً هما الإسعافات دايماً كل بنات مصر وستات مصر حقيقة يمكن كمان سجلوا إن في المستشفى السويس كان فيه أكتر من 20 طبيب وأكتر من 87 ممرضة كانوا شغالين 24 ساعة لخدمة المرضى وجرح الحرب قد إيه كانوا بيقضوا وقت كبير جداً بعيد عن أسرتهم بعيد عن أهليهم لمجرد إحساسهم بالوطنية وأن اللهم دور حقيقي لازم يخدموا بلدهم وكمان القبائل حتى في سيناء كان لها دور كبير ساعتها وعايز أقولي أن حتى طبيعة القبيلة يعني تبقى قبائل بيبقى فيه حزم وشدة يعني البنت في القبيلة ما تخرجش ما تبنش على حد غريب ما تشتغلش لكن في وقت الحرب كان كل بنات القبائل موجودة تحت خدمة جنودنا وعساكرنا غالين أحكي لك على قصة واحدة من أروع سيدات اللي كان لهم تاريخ مظهر في حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها كمان الشيخة فرحانة حسن من قبيلة الرياشات عايزين نعرف تستطيبقى الشيخة فرحانة حسن دي سيدة من قبيلة الرياشات وللأسف تم تهجرها هي أو أهلها بعد الحرب وجت استقارت في مبابا في قاهرة ولكن كانت تشتغل في التجارة تجارة الأمشا واستغلت التجارة دي كسطار أن هي تشتغل في المقاومة وأن هي ترسل المقاومين وتشتغل في عمليات المقاومة من وإلى سينة وأن هي تبعد جوابات من وإلى المجاهدين بل أنها تدخل في قلب سينة وتزرع متفجرات في الكمان الإسرائيلية وتقدر أنها تستهدف مجموعة كبيرة من الجنود لدرجة أن كانوا أهلها مش عارفين القصة دي القصة دي اكتشفت بعد كده بسنين لما بدأت أنها تحكي عنها يعني شوف قد إيه الستة المصرية برضو يعني زيها زي الجندي وزي الزابط يعني عملت جهاز مخابرات الشيخة فرحانة دي في مباب وكانت بترسل كل يعني القائمين بقى بالعمليات الاستنزافية دي كان ساعتها في سينة فولا خافت ولا حست أن أنا ست فأنا مليش في الكلام ده أو أنا ليه هشترك في العمليات الجهادية دي بالعكس ده أن هي بعد ما اترحالت من سينة حاسة أن أرضها فعلا محتلة وبيتها محتلة وأن هي لازم تدافع عنها حتى لو هي في آخر الدنيا دي الشيخة فرحانة برضو حاجات دي لازم نحكيها لولادنا ولازم الستات كلها تبقى عارفة داني لها دور كبير جدا في بلدها إحنا يعني دايما بنتكلم لكن في مواقف كده وحكاوي لازم نعرفها كلنا طب غير الشيخة فرحان خليني أحكي لك قصة الحاجة فردوس فرحات أه الحاجة فردوس دي سيدة من النوبة أسرة نوبية جميلة من أب وأم وابن الأب بيتوفى فالأم بتربي ابنها الوحيد على الوطنية وعلى الكفاح وبتصر أن هي تدخله كلية الطيران الحربي وأنه هو يشترك في حرب أكتوبر ويدخل الحرب ويستشهد في الحرب شهيد طيار صبح الشيخ ده واحد من أهم الطيارين اللي شاركوا في حرب أكتوبر وبيعتبر قصته مع أمه سجل دهبي لازم نحكيه لأطفالنا وشبابنا لأي حد بيسأل على دور الأسرة المصرية خصوصا أن دي أسرة نوبية بعيدة عن الحرب وبعيدة عن سينة ولكن إحساسهم الدفين أن هما لازم يشاركوا في الحرب وأن هي أم حتى لو لابن وحيد لازم تزقه أن هو ياخد بطار بلده أن هو يحارب ويستشهد يعني شوفي الأم اللي دايما بيتبقى هي حتى ابنها في حضنها وما يبعدش عنها وما ينزلش يحارب أن هي تخسره لابن الوحيد لكن ده برضو دور السد ده نقوليك هالحاجة كمان أن هما لما جون بعطولها بيبلغوها بخبر استشهد ابنها ما بيكتش بالعكس ده لهم أنتوا ما تبكوش لأن ده بطل وشهيد وأنا فرحانة أنه قدى دوره وأنه استشهد في سبيل بلده لدرجة أن القائد الأعلى لقوات المسلحة في الوقت ده ضرب لها تعظيم سلام احتراماً للسطة وتمجيداً للدور الوطني الكبير اللي هي لعبته أيه فعلاً زمان كان لما يجوا لها الخبر كان فيه ناس كتير ولها زغرتي يعني أنت ابنك شهيد فكان بدل ما بيقابلوا الخبر بالبكاء والعياط لأ كانوا بيزغرتوا لأن أعظم من كده إيه ممكن الواحد يشوف أن يدخل الجنة يعني الجنة على طول ده شهيد بس هو وجع قلب الأم انتمائي بقى البلدي ووطني بيفوق هذا الوجع يعني والأم دي العظمة المصرية بالضبط دي عظمة الأم المصرية بالضبط كده يعني دايماً أشوف ستة المصرية على مر العصور مش بس في انتصارات أكتوبر ليها دور مجيد طول الوقت ليها دور أن حماية أسرتها تربية ولادها ما خالباك التربية دي مش الأكل وشربه وأن أنا وديه المدرسة وديه جمع لا التربية دي أن أنا بربي الأم الستة هي اللي بتغرز قيمة حب العيلة ومن حب العيلة حب الوطن هي اللي بتطلع الأبطال يعني كل زباطنا وجنودنا هم تربية لأمهات وطنيات عندهم دور قوي جداً جوه الأسرة اللي انعكس بعد كده في الزباط والجنود في الزباط والجنود طيب احنا نتكلم على الأسرة المصرية البسيطة ما بالك بقى بالفنانين والفنانات الفنانة المصرية كان ليها دور كبير جداً عندنا الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا الستة دي قد إيه جاهدت وتبرعت بفلوسها وبوقتها وتطوعت في الهلال الأحمر وتعلمت كرسات تمريد عشان تخدم المرضى ووجهها أنا لما سمعت قصة تحية كاريوكا يعني أنا استغربت يعني قلت إزاي طوعت وإزاي خدت دورات في التمريد وكان لها صورة شهيرة وهي لبس ممرضات وقعدة في وسط ممرضات وبتشرح لهم وبشرحولها السديد ما كانتش بتاخد شو أو لقطة لأني كان دور حقيقة بتعمله لدرجة أنها أخذت لقب المناضلة الأولى من كتر ما هي كانت سيومياً بتقعد في المستشفيات وبتخدم المرضى والجرح أي الفنانين دولي يوم دور كبير برضو وبردو أنا سمعت ساعتها برضو أم كلسوم كان بتعمل حفلات حفلات في أوروبا وفرنسا في أوروبا في العالم كله وكان دخل الحفلات دي للحرب يعني للطيارات والمجهود الحربي والحاجات اللي بكنا نشتريها فبردو أم كلسوم كان لها دور كبير عبدالحليم نفس الحكاية فالفن ده الواحد ورسالة ورسالة نبيلة يعني أنا لما بشوف فنان أنا بحبه وبيقولي أعمل إيه والبلد وانتمائها وأن احنا كلنا في إيد واحدة ففي ناس كتير بتجي وراهم والفنان عمره ما نعزل عن مجتمع وعن قضايا مجتمع بالعكس ده هو ممكن يكون أكثر وطنية من ناس كتير لأنه حاسس بمشكلة البلد بوعيه وبفنه بالثقافة بتاعته وبالتالي دوره الوطني ودوره التفقيفي لا يقل عن دور الكاتب أو المعلم أو أي حد سيما أنت قلت أم كلسوم لما سفرت باريس وغنت عشان تلم أكبر عدد من الفلوس للمجهود الحربي عشان الدولة تشتري سلاح لا حدش ضربة على قدها أنها تعمل كده ولكن أحساسها من جوة بالوطنية وبالرغبة أن هي تخدم بلدها ولو بطريقتها أنها تغني عبد الحليم أنه يغني نهاية ديالوصفي كانت بتروح للمستشفيات وتقعد مع الجنود والزباط وتكتب اليوميات بتاعتهم عشان تسجل مذاكراتهم وتقدمها بعد كده في صورة أفلام أو كتب بحيث أنها توثق حالات حقيقية من تجارب الزباط ومذكراتهم في الحرب يعني بصراحة أنا بشوف الستة المصرية في كل الأوقات وفي كل العصور هي ست جدعة كده ست بمئة راجل وقفة وراء جزها وقفة وراء ولادها وقفة وراء بلدها زي ما قلنا قصص قصص أيام الحرب للشيخة فرحانة ولا فردوس ولا تحية كاريوكا ولا أمو كلسوم كل سيدات مصر بستتها ببناتها كانوا كلهم بيتبرعوا بفلوسهم بدهبهم بيتبرعوا بالدم يعني تلاقي كل ستات وفاة طبور والبنات في المدارس وفي الجامعات كلهم وقفين بيتبرعوا بالدم واللي عندها حتة صيغة كانت بتقدمها البلدها وعلى كل مستويات يعني ست متعلمة والفقرة المتعلمين جدا واللي وغدين دكتوراه واللي متعلموش خالص في حس ان البلد كلها كانت إيد واحدة أنا عايزة أقول كمان ان الحرب اكتوبر لغاية دلوقتي بتدينا درس يعني ايه بلدك يعني ايه ان أنا ضحي بكل ما أملك بولادي في أكتر من كده في أغلى من كده أغلى من الفلوس والدهب والألماز أنا كنت الأمهات بتضحي بولادها شان بلدها وبيضحوا هما سعداء وكانوا بيستقبلوا الخبر بالفرحة أنه كل أمه بتتسابق إزاي تقدم ابنها يبقى هو بطل وشهيد في سبيل مصر قد ايه دي بيتلخص لنا حالة الوطنية القوية والاتحاد اللي كان فيه البلد في الوقت وبرده أفتكر الفنانة شريفة فاضل لما عرفت إن ابنها استشهد عملت أغنية من أروع الأغاني اللي هي أم البطل فأغنية عايشة بين الغدد دلوقتي يعني الأغنية الغدد دلوقتي يعني فأدي إيه الأم الأم يا جماعة الست اللي بتربي والست اللي عندها غريزة الأمومة اللي ممكن تضحي بابنها أنا بقول وبقول يعني اللي عارفتها الأم فإننا نحن بنلاقي مثلا دول تانية أول ما بتقوم حرب بيجروا بياخدوا أولادهم يهربوا يهربوا أموالهم يهربوا أي حاجة بالزبط اللي ما دومش إحساس بالوطن ما دومش إحساس بالتراب اللي لازم يدافعوا عنه لحد آخر نقطة من دمهم دي حاجة مصر بتمتاز بيها والشعب المصري والمرأة المصرية بشكل أخص اللي خراجت كل الأجيال دي بعد كده فيه كمان قصص برضو كبيرة قوي في حرب أكتوبر طبعا حرب أكتوبر عايزة حلقات وحلقات عشان نتكلم عليها لكن إحنا النهاردة حبينا نتكلم عن قيمة المرأة في حرب أكتوبر بما إن إحنا برنامج اجتماعي ودورها غير الشيخة فرحانة وغير فردوس وغير فنانات كتير زي تحية كاريوكا وزي شريفة فاضل وزي الموكلسوم إيه تاني من السيدات اللي كان لها علامة في حرب أكتوبر عزة أقولك إن كان فيه ستات كتير تجمعوا وشكلوا حاجة اسمها لجان النسوية لجان النسوية لجان النسوية بتتشكل فوق الأكتر من مئة لجنة عشان يتجمعوا ويتبرعوا زي ما أنت قلت بالفلوس يتبرعوا بالدام يتبرعوا بممتلكات يتبرعوا بأي حاجة تخدم المجهود الحربي لدرجة إن فيه لجنة من اللجان النسوية ضمت أكتر من ستين ألف عضوة تبرعوا بمرتب شهر كامل لجان الحربي كان فيه لجنة من ضمن اللجان دي اسمها صديقات القلم صديقات القلم دول كانوا مجموعة من المثقفات كان كل دورهم إن هم يجمعوا كل المقالات اللي بتكلم عن الحرب اللي بتكلم على حال المجتمع ويترجموها ويبعتوها للجرائد بره بحيث أن الرأي العام العالمي يعرف إيه اللي بيحصل في مصر يعرف المصريين بيفكروا في إيه يعرف إن فيه جابة تخطفة تتكلم عن البلد وبترسل الناس بره بلغاتهم عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل جوه مصر ويشوفوا العقلية المصرية اللي بتدافع عن أرضها وبتدافع عن حقها إن هي ترد أرضها بعد كده يعني حلوة بلادي صمرة بلادي يعني في اختام حلقتنا بشكر ديفي جدا نورتنا حقيقة أسعدتنا بكلامك الجبيل الكاتب والروائي الدكتور شريف شعبان وإن شاء الله يبيعلينا لقاءات عدة لإن عندك قصص كتيرة جدا محتاجين إن إحنا نسمعها ونعرفها ونعلمها لولدنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا كل سنة حضرتك طيب مشاهدينا يعني في نهاية الحلقة ما عنديش كلام قدر أقوله غير تحية كبيرة لأم الشهيد وتحية كبيرة لزوجة الشهيد وتحية كبيرة جدا لبنت وابن الشهيد ما فيش بيت مصري غير وفيه شهيد يعني الستة دي اللي جوه البيت هي أم الشهيد ومرات الشهيد وبنت الشهيد فتحية كبيرة جدا لكل الشهدقنا وتعظيم سلام تعظيم سلام لكل شهيد في البلد دي يعني ضحى بحياته وضحى بكل حاجة عشان البلد دي تفضل آمنة سالمة ويسود فيها الأمان والاستقرار زي ما إحنا عايشين لغاية دلوقتي هم ضحوا بحياتهم عشان إحنا نبقى موجودين معاكم لغاية دلوقتي كل سنة وإحنا طيبين وكل مصري ومصرية طيب شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله